خطوبة اللاعب عز الدين اوناحي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي فبعد المونديال والتألق الذي عرفه عز الدين اوناحي أصبح جمهور مغربي يبحث كثيرا في الحياة الخاصة له فقد دجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة اللاعب المغربي عز الدين اوناحي للمرة التانية بعد طلاقه قبل سنة حيث نشر الصفحة على صبيق انستغرام الخبر حيث تساءل رواد سوشيال ميديا عن هوية العروس الجديدة وهذا ما جاء في الخبر وردا على سؤال واش كتشوف اوناحي ناوي المعقول مع مارين ليكون جوابه نعم تماما خصوصا ان والدة عز الدين اوناحي كانت حاضرة في اليوم الذي اعتنقت فيه مارين الاسلام الى جانب ذلك نرى في الفيديو الذي نشرته على انستغرام وكانت هذه المحادثة هي السبب في انطلاق خبر خطوبة عز الدين اوناحي من مارين الحمر المزدادة في 1990 في مدينة بوردو جنوب فرنسا والدها من اصول عربية بينما والدتها فرنسية وتعمل مارين كعارضة ازياءه وتقيم في باريس ودبي وقبل اشهر فقط اعتنقت مارين الاسلام داخل احدى المساجد في فرنسا مرتدي عباء السوداء رفقة احدى النساء اضافة الى امام مسجده الذي يعلمها نطق الشهادتين ورغم ان مارين الحمر هي من اصول عربية فانه كان واضحا انها لا تتحدث العربية مطلقا بعد ان نطقت الشهادتين بصعوبة فقد ولدت في مدينة بوردو الفرنسية حيث اكدت مارين ان دخولها الاسلام ليس حديثا وانما كان قبل عدة اشهر وكتبت على حسابها الانستغرام ان هناك طرق يجب ان تسلكها وحدك من دون عائلة واصدقائه فقط بينك وبين الله